والقصة اللي سمعتها أنت يعني موضوع طلبوا من عنده أن يتواصل مع عائلة الكريمة ورفض وآني أيضا طلبت العائلة من عنده أن يتواصلوا وياه أو على الأقل يزوروا وأيضا رفض لاعتبارات يعني أحيي عليها أنه أيضا دكتور يعني منه اللي يضمن الأمريكان يعني إذا أحد يجوا وخاصة النساء من يضمن الجانب الأمريكي ما يعتقلهم فالرجل يعني من جانب من باب رجوله أنه الاتصال الأخير بلاك اليوم قال يعني حسب ما يعني قبلها يعني طلبوا الاتصال قال أنا ما أريد يعني من اللي قال الرئيس وشلون المن قال ويا من قبلها طلبت من عنده العائلة على الأقل إجراء اتصال تليفوني فمن طرحت علي رفض قال أنا ما أريد يعني معنواتي أريد تبقى نفسها وهاي النساء يعني لو راح يبتشون لو راح ما أعرف معنوات فأريد أحافظ على البداية اللي بديتها اليوم الأخير ورفض أن يكلمهم تليفونيين لا رفض رفض نعم نعم رفض اليوم الأخير أيضا أرضوا علي شون اللي يريده فالطلب من عندهم يلتقي يعني بأشقاءه وأخوانا غير الأشقاء وطلب من عندهم اللي قرأنا واللي سمعنا أنه الدجاج المسلوق يعني والعسل أخو تلتقى بيهم التقى بيهم يعني التقى ببعضهم هناك من رفض أني على كل أيضا جنابك يفترض أن تكون تسلمت احتياجاته الشخصية ملابسه أو الكتاب المحكم الكريم القرآن ومطلوب منك أن تسلمهم إلى عائلته هذا الكلام صحيح اللي بالنسبة للملابسه ويعني وقصدي حاجاته الشخصية وحتى المذكرات سلمت يعني من قبل الأمريكان للجانب الأردني والجانب الأردني يسلمهم إلى عائلته أه نعم أما موضوع القرآن فسمعته يعني هو طلب أنه يسلم لأحد الزملاء حتى يسلم العائلته وبالفعل يعني كل الأمور وصلت إلى العائلة صحة الواقعة اللي تقول أنه لما أخرجوه من الزنزانة إلى المقصلة أو إلى مكان الإعدام خل نقول أنه مجموعة من الضباط الأمريكان اصطفوا الدولة التحية العسكرية حتى كون صادق ودقيق أنا ما عندي علم تنامع لي نفس الماكت موجود فتنامع لي نفس الماكت موجود تنامع لي نفس الموسيقى